اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة الاضخار أربعة المحافظة على الوقت بعدها العدالة الاجتماعية ستة الملكية الخاصة يبقى القسل بتقوم عليها التنمية الاقتصادية ماينفعش حققة تنمية بدون علم ماينفعش حققت تنمية ونام في بيتنا لازم يكون في عمل لابد يكون فيه الدخار محافظة على الوقت عدالة الاجتماعية الملكية الخاصة بعدها ما هي أهداف التنمية الاقتصادية عشان حققت تنمية الاقتصادية دي أكيد فيه هدف للتنمية الاقتصادية إيه الهدف من كده؟ هدف التنمية الاقتصادية وهي زيادة الدخل القومي الحدم التفاوض في الدخول والسرعات ما يكونش تفاوض كبير عندي في الدخل رفع مستوى المعيشة تغيير تركيب النسبي لهيكل الاقتصاد القومي في الجزء الأولي نستعرضنا التنمية الاقتصادية وقلنا عليها تنمية بيقوم بها المجتمع أسس التنمية الاقتصادية اللي احنا قلنا عليها العلم والعمل والإدخار والمحافظة على الوقت والعدادة الاجتماعية والملكية الخاصة أهداف التنمية الاقتصادية قلنا عليها زيادة الدخل القومي والحد من التفاوض في الدخول ورفع مستوى المعيشة وتغيير التركيب النسبي لهيكل الاقتصاد القومي سؤال من الأسئلة المهمة ما هي العوامل الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية؟ أنا عشان حاجة التنمية الاقتصادية فيما عندي مجموعة عوامل وأول حاجة الموارد الطبعية الموارد البشرية الموارد الرأس مالية السياسات والإجراءات مستوى التقدم الفني والتكنولوجي يعني يا مصر كلام ده؟ قلنا مع بعض الموارد العوامل الأساسية المحددة للتنمية الاقتصادية أول حاجة الموارد الطبعية إيه كلمة موارد الطبعية؟ هي الموارد التي وهبها الله لبعض الدول يبقى دي كلمة يقول لي مصطلح علمي تمثل في الموارد التي وهبها الله لبعض الدول أقول الموارد الطبعية طب اتنين الموارد البشرية تمثل في القوى العاملة اللي هو ستبقى العمال طب الموارد الرأس مالية تمثل في رؤوس الأموال والعدد والآلات اللازمة يبقى أنا عندي كم موارد تلاتة؟ موارد طبعية موارد بشرية موارد الرأس مالية في سياسات وإجراءات في مستوى تقدم فني وتكنولوجي طيب بعدها بيقول لي مفهوم النمو الاقتصادي ايه معنى النمو الاقتصادي؟ كلمة نمو يا جماعة معناها زيادة يبقى النمو على طول زيادة يبقى النمو معناها هو معدل الزيادة زيادة في ايه؟ في الانتاج أو الدخل يبقى النمو هو معدل الزيادة في الانتاج أو الدخل فين بالزبط في المجتمع خلال قد ايه؟ خلال فترة زمنية تقدر بسنة يبقى مفهوم النمو الاقتصادي قلنا عليه هو معدل الزيادة في الانتاج او الداخل في المجتمع خلال فترة زمنية تقدر بسنة طيب ما هي العوامل المحددة للنمو الاقتصادي ايه العوامل اللي بتحدى النمو الاقتصادي عشان حققة زيادة في الانتاج وفي الداخل واحد حجم ونوعية الموارد البشرية اثنين حجم ونوعية الموارد الطبعية حجم تراكم ومعروس الاموال مستوى التقدم الفن والتكنولوجي التخصص وتقسيم العمل يبقى دي العوامل المحددة للنمو الاقتصادي نوعية الموارد البشرية ايه نوعية الموارد الطبعية نوعية حجم تراكم ورأس المال مستوى التقدم الفن والتكنولوجي التخصص وتقسيم العمل بعد كده يبقى احنا استعرضنا كده مع بعض النقط جزء اولين اللي هي التنمية الاقتصادية يقول لي ما المقصود بالتنمية الاقتصادية واسس التنمية الاقتصادية واهداف التنمية الاقتصادية خدنا وسؤال مهم اول قلنا عليه العوامل الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية بيجيب لي فيها مصطلح علمي وأكمل كتير ونحفظ ايه معنى عوامل طبعية اللي هي وهابها الله لبعض الدول عوامل رأسمالية اللي هي رؤوس الأموال والعادة والآلات عوامل البشرية اللي هي يقصد بيها العمالة بعد كده تكلمنا مع بعض على مفهوم النمو الاقتصادي وقلنا النمو الاقتصادي المقصود به معدل الزيادة في الانتاج أو الدخل في المجتمع خلال فترة زمنية ننتقل على موضوع تاني بيكلمني على التلوث ونخلي بالنا هنا في سؤال في اختلاف ما بين دراجات التلوث وأنواع التلوث يبقى لو قال لي دراجات التلوث أقول له 3 دراجات للتلوث أنواع التلوث 5 أنواع للتلوث لو بصينا مع بعض ايه التلوث وإيه دراجات التلوث التلوث فيه دراجات دراجات تلوث معقول تلوث خطر تلوث قاتل فنشوف السؤال بتاعها مع بعض ما هي دراجات التلوث قلنا مع بعض يا جماعة التلوث فيه 3 دراجات أول دراجة التلوث المعقول ومعنا كلمة التلوث معقول ده ده لا يمثل أي مشاكل واضحة على سطح الأرض أما التلوث الخطر تتعدى فيه كمية تلوث خط الأمان أما التلوث القاتل اللي هو التلوث المدمع زي التلوث الإشعاعي يبقى كده ده دراجات التلوث ممكن يقول لي لا يمثل أي مشاكل واضحة على سطح الأرض أوله التلوث المعقول تتعدى في كمية تلوث خط الأمان أتقول له التلوث الخطر وهو التلوث المدمع ومن أخطر أنواع التلوث أقول له التلوث القاتل طب أنواع التلوث إيه؟ أنواع التلوث فيه تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، التلوث الإشعاعي، التلوث الضوضائي يبقى أنا عندي فيه اختلاف ما ننخبطش ما بين درجات تلوث وأنواع التلوث إيه معنى تلوث الهواء؟ ده تلوث نتيجة الأتربة بيبقى فيه تلوث في الهواء أو العواصف تلوث الماء وهو إحداث تلف أو فساد في نوعية الماء من نتيجة مخلفات السفن تلوث التربة نتيجة طبعا تجريف التربة أو استخدام المواد الكيميائية أو المبيدات تلوث إشعاعي وقلنا عليه من أخطر أنواع التلوث التلوث الضوضائي ده اللي هي مكبرات الصوت والسيارات والقطرات ده من عوامل أو من أسباب التلوث الضوضائي يبقى احنا كده في السؤال ده قلنا درجات تلوث وأنواع التلوث طب فيه سؤال هنا بيقولي مصادر أو آثار فالمصادر في حاجتين يسألني فيهم يقولي ما هي مصادر تلوث التربة أو مصادر التلوث الضوضائي تلوث التربة بيكون نتيجة ايه؟ قلت التلوث الكيميائي للتربة دي التلوث الكيميائي للتربة تلوث التربة بالمياه الملوسة تلوث التربة بالمياه الملوسة تجريف التربة الزراعية أنا لما مرر في التربة الزراعية وأبدأ أستخدم توسع أمعاني ده بيكون من مصدر من مصادر تلوث التربة طب مصادر التلوث الضوضائي استخدام المكابس والأجهزة الكهربائية تلوث نتيجة من تقاطرات والسيارات مكبرات الصوت والموسيقى ده كل اسمه تلوث ضوضائي يبقى مصادر تلوث تربة ومصادر تلوث ضوضائي طب عندي فيه أثار التلوث الأثار في حاجتين ممكن يقول لي ما هي أثار التلوث الإشعاعي أو أثار التلوث الضوضائي لو بصنا كده على التلوث الإشعاعي يحطم الخلايا الحية لجسم الإنسان بيكون فيه تلوث إشعاعي نتيجة للأسماك والتربة بيكون فيه تناول الماشية نبتات مشعفة بيكون تلوث إشعاعي أما التلوث الضوضائي اللي هي خفضان القلب وخفض القدرة الإنتاجية للفرد كده ده موضوع التلوث يبقى احنا تكلمنا على التلوث وقلنا أن التلوث ده من ضمن الأسئلة المهمة اللي يقول لي فيها ما هي أنواع التلوث أو يقول لي ما هي درجات التلوث نخش كده على نقطة تانية ويقول لي المقصود بالموازنة العامة إيه معنى الموازنة العامة؟ أقول له الموازنة العامة هي عبارة عن تأدير أو توقع معتمد لنفقات وإرادات الدولة عن مدة مالية مقبلة بتكون سنة يبقى الموازنة العامة اللي هي توقع أو تأدير أو توقع لنفقات وإرادات الدولة عن مدة بتكون سنة طب ما هي الأهمية الاقتصادية للموازنة العامة؟ إيه هي أهمية الاقتصادية للموازنة العامة؟ أول حاجة بتكون مؤشر صادق للأوضاع بتعتبر أداء من أدوات السياسة المالية بعدها ما المقصود بالنفقات العامة أنا كده اتكلمت على الموازنة العامة وقلت هي توقع معتمد لنفقات ورادات الدولة عن مدة مالية مقبلة أما نفقات العامة وبرعا مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة يبقى النفقة العامة دي من بيخراجها؟ الدولة يخرج من الزمة المالية للدولة أو إحدى سلطتها بقصد إجباع حاجة عامة يبقى النفقة العامة مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة أو إحدى سلطتها بقصد إجباع حاجة عامة النفقة العامة لها أركان فما هي أركان النفقة العامة؟ أنا لا مع بعض هنا من التعريف ده أجيب أركان النفقة العامة قلنا مبلغ من النقود يبقى أوروكنا مبلغ نادي يخرج من الزمة المالية للدولة يبقى بيزرع عن الدولة بيحقق بإشباه حاجات عامة يبقى بيحقق نفع عام يبقى أركان النفقات العامة من خلال التعريف جيبت أركان النفقات العامة اللي هو مبلغ نادي بيصدر عن الدولة بيحقق نفع عام طيب لو بصينا كده مع بعض على التقسيمات المختلفة للنفقة العامة نبص كده يا جماعة على التقسيمات المختلفة للنفقة العامة عليها عند التقسيمات المختلفة للنفقة العامة ست تقسيمات أركز أوه في السؤال ده التقسيمات المختلفة للنفقة العامة ستة تقسيمات أول تقسيم للنفقة العامة التقسيم المالي يبقى أول تقسيم عندي التقسيم المالي والتقسيم المالي بقسم النفقات العامة لنعين يبقى أقلموا لي تكلم عن التقسيم المالي للنفقات العامة أقوله تقسم إلى نعين نفقات نهائية ونفقات رجعة نفقات نهائية اللي تدفع نظير الحصول على سلع وخدمات يبقى يسمع نفقات نهائية تدفع نظر الحصول على سلع وخدمات أما النفقات الرجعة تصرفها الدولة ولكن تساعدها في المستقبل الدولة بتصرف فلوس دلوقتي زي ما تعمل مشروع متر وأنفاء لكن فلوس دي هتجيلها في المستقبل طب التقسيم الزمني قلت فيه بضم العين النفقات الدورية والنفقات الغير دورية النفقات الدورية تتصف بالتكرار والسبات يبقى النفقات الدورية تتصف بالتكرار والإيه والسبات أما النفقات الغير دورية لا تتصف بالتكرار والثبات يبقى أنا كده خدت تأسيمين من تقسيمات النفقة العامة التقسيم المالي والتقسيم الزمني التقسيم المالي ضم نوعين والتقسيم الزمني ضم نوعين بعدها التقسيم الوظيفي بأسم النفقات العامة إلى ثلاث أنواع من حيث التقسيم الوظيفي نفقات إدارية، نفقات اجتماعية، نفقات اقتصادية النفقات الإدارية متعلقة بسيسير المرافق العامة النفقات الاجتماعية من اسمها نفقات اجتماعية بمتعلقة بالأراضي الاجتماعية الطب الاقتصادية متعلقة بالأراضي الاقتصادية الطب التقسيمي الاقتصادي قلت التقسيمي الاقتصادي للنفقات العامة بقسم النفقات العامة لأربع أنواع واحد النفقات الرجعة النفقات الجارية والنفقات الحقيقية والنفقات التحولية والنفقات الاساسمارية النفقات الجارية اللي هي تشمل الأجور والمرتبات والمصرفات النفقات الحقيقية دي نفقات تطلب مقابل أما التحولية بلا مقابل الاساسمارية بتزيد من المقدرة الانتاجية يبقى أنها اتكفأنا مع بعض قلنا التقسيمات المختلفة للنفقة العامة كم تقسيم؟ قلنا ست تقسيمات تقسيم مالي تقسيم زمني تقسيم وظيفي تقسيم اقتصادي طب في عندي تقسيمين تانين اللي هي التقسيم الجرافي والتقسيم الانتاجي في عندي تقسيم جرافي وتقسيم انتاجي معنى كلمة تقسيم جرافي ده بقسم النفقات العامة على حسب حصص أو اعتماد كل منطقة أو محافظة وعلى حسب طبيعة الهيئة التي تكون بالانفاق أما التقسيم الانتاجي بقسم النفقات العامة إلى نوع بيساهن في رفع مستوى المجتمع ونوع حيادي يبقى كده التقسيمات المختلفة للنفقات العامة كم تقسيم؟ ستة أقسام بس نخلي بأن لكل قسم بيدم نفقات معينة وافهم كل نفقة بتضم لإيه؟ يعني ممكن يقول لي مصطلح علمي تتمثل فيه الوجوه والمرتبات والمصرفات أقول له دي النفقات الجارية تتعلق بالأراض الاقتصادية أقول له نفقات اقتصادية ممكن يقول لي ما تتكلم عن التقسيمات المختلفة للنفقة العامة من حيث التقسيم الجرافي أقول له من حيث التقسيم الجرافي على حسب حصص واعتماد كل منطقة أو الهيئة التي تكون بالانفاق يبقى أنا أخلي بالي بالتقسيمات المختلفة للنفقة العامة أعرف كل تقسيم منهم تقسيم وظيفي أو تقسيم انتاجي أو تقسيم مالي أو تقسيم زمني كل تقسيم بيضم من النفقات بعد كده ما هي الأثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة وما هي الأثار الغير اقتصادية غير مباشرة للنفقات العامة يبقى الأثار الاقتصادية المباشرة وأثار الاقتصادية غير مباشرة يبقى النفق العامة لها أثار اقتصادية ولها أثار غير اقتصادية أثار اقتصادية مباشرة وأثار اقتصادية غير مباشرة الأثار الاقتصادية المباشرة للنفق العامة بيكون لها أثر على مستوى الأسعار دي أسار اقتصادية مباشرة بيكون لها أسار على العمالة بيكون لها أسار على حجم الانتاج القومي بيكون لها أسار على التوزيع الداخل بيكون لها أسار على حجم التجارة الخارجية وميزان المدفوعات يبقى دي كلها اسمها أسار اقتصادية مباشرة لمين؟ للنفقات العامة أسار على الأسعار وأسار على العمالة وعلى حجم الانتاج وعلى التجارة وعلى توزيع الداخل طب ليه فيه أسار اقتصادية غير مباشرة يبقى هنا أسارة اقتصادية مباشرة وهنا أسارة اقتصادية غير مباشرة في حاجتين مبدأ المضاعف والمعجل مبدأ المضاعف اللي هو العلاقة بين التغير في الانفاق العام والتغير المتراكم في الدخل ممكن تجي لمصطلح علمي يقول يتمثل في العلاقة بين التغير في الانفاق والتغير المتراكم في الدخل لأقول له مبدأ المضاعف أما المعجل هو العلاقة بين الزيادة في الدخول المترتبة على الزيادة في الاستثمار يبقى كده النفقات العامة خلصنا منها وقلنا النفقات العامة سؤالها ممكن يقول لي ما المقصود بالنفقة العامة يقول لي مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة أو إحدى سلطاتها لإجباع حاجة عامة أركنها مبلغنا دي يزرع عن الدولة بحق النفع عام تقسيماتها اللي هم قلنا ست تقسيمات وليها أثار اقتصادية وأثار اقتصادية مباشرة وأثار اقتصادية غير مباشرة واتكلمنا على حاجة اسمها الموازنة العامة للدولة والمقصود بالموازنة العامة والجزء بتاع اللهم صلى على النبي التلوث ومصادر التلوث وأنواع التلوث بعدها بناخد جزء تاني ما هي أنواع الإرادات العامة لو بصينا كده على أنواع الإرادات العامة على هي الإرادات العامة بتضم أول حاجة الإرادات الأصلية الإرادات المشتقة السيادية الإرادات العامة الإرادات الإجبارية الإرادات الاختيارية العادية والغير عادية يبقى الإرادات العامة ضمت إرادات أصلية ومشتقة سيادية عامة إجبارية اختيارية والعادية والغير عادية طيب ما هي مصادر الإرادات العامة طبعا الجزء ده مهم ما اوي 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 اللي هي مصادر الارادات العامة لو قلنا مع بعض ارادة الدولة جاي منين او ايه مصادر ارادات العامة بتاعت الدولة اول حاجة ارادات املاك الدولة اللي هي داخل الدمان اتنين الرسوم تلاتة الضرايب اربعة القروض العامة خمسة حصيلة الغرامات والعقوبات ستة المعونات يبقى املاك الدولة ارادات الدولة جاي منين في املاك الدولة أولادات أملاك الدولة أو الرسوم اللي بتفرضها الدولة أو الضرائب اللي بتحصل عليها الدولة أو القروض العامة اللي من الأفراد أو حصلت الرماد أو العقوبات أو المعونات الأجنبية هل نتكلم مع بعض على الدمان والرسوم والضرائب والقروض العامة ونفهم كل واحدة منهم بالتفصيل أول حاجة بيقول لي ما المقصود بالدمان مع توضيح أنواعه الدمان قلنا عليها ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقرية أما نقولها يبقى كلمة دمان ده دي ممتلكات الدولة أنواعه في عندي دمان العام والدمان الخاص يبقى الدمان كم نوع اتنين عام وخاص العام اللي هي ممتلكات مجموعة الأموال التي تمتلكها الدولة يعتبر ممتلكات الدولة زي الطرق والكبار والمطارات يبقى العام اللي هي مجموعة الأموال التي تمتلكها الدولة كالطرق والمطارات والكبار أما الخاص ممتلكات الدولة الغير معدة للاستعمال العام وده بتجي لمصطلح علمي يقول اللي يتمثل في ممتلكات الدولة الغير معدة للاستعمال العام يقول لها الدمان الخاص والخاص ده بقى السمه لثلاث أنواع اللي الخاصة هو ينقسم إلى الدمان العقاري والمالي والصناعي والتجاري العقاري اللي قلنا عليها تمثل فيه الأراضي الزراعية والغابات والمناجم المالي اللي هي محفظة الأراء المالية الصناعي والتجاري هي المشروعات الصناعية والمشروعات التجارية فالأولي تمثل فيه محفظة الأراء المالية أقول له الدمان المالي تمثل فيه المشروعات الصناعية والتجارية المملوكة للدولة أقول له الدمان الصناعي والتجاري طيب بعد كده بيقول لي ما المقصود بالرسم وخصائص الرسم الرسم هو إيه؟ الرسم عبارة عن مبلغ نأدي يدفعه الفرد جبرا يبقى مش بمزاره وبيدفعه غصبا عنه يبقى إنه رسم مبلغ يدفعه الفرد جبرا بيدفعوا لمن؟ بيدفعوا للدولة مقابل انتفاعوا بخدمة خاصة أنا راح أطلع بطاقة طلع جواز صفر طلع شهات ميلاد فبدفع الرسوم نتيجة كده يبقى ده مبلغ جابران بيدفع للدولة بس بنتفع بخدمة خاصة طب خصائص الرسم هنلاقي يا جماعة خصائص الرسم بالزبط نفسها ما تكلمنا قبل كده عن نفقات العامة من التعريف أجيبها منه مبلغ نأدي يدفع نأدا يدفعه الفرد جابران يدفع جابران مقابل نفع خاص يبقى احنا كده الرسم كده شان نكون فاهمينه بسهولة قوي يقول لي ما المقصود بالرسم وخصائصه أقول له الرسم ده مبلغ من النقود أو مبلغ نأدي يدفعه الفرد جابران إلى الدولة مقابل انتفاعه بخدمة خاصة طيب أركانه ايه يدفع نأدا يدفع جابران يدفع مقابل نفع خاص ده المقصود بالرسم وخصائص الرسم طب لو انتقلنا على الضريبة ايه خصائص الضريبة اقول له الضريبة دي او المقصود بالضريبة هي فريدة مالية اجبارية برضو اجبارية اه اجبارية هي كمان زي الرسم بتفعها للدولة بصفة مباشرة نهائية بس دون مقابل الرسم هنا كنت باخد خدمة خاصة اما الضريبة هنا بدون مقابل يبقى الرسم مقابل انتفاع خاص اما الضريبة بتكون بدون مقابل اللي اتنين بيكونوا جبرا خصائص الضريبة ايه خصائصها نفس الكلام فريضة مالية يبقى دي أول خاصية إجبارية تدفع جبرا بصفة نهائية بلا مقابل يبقى أنا يا جماعة لو حفظت تعريف الرسم أجيب منه خصائص الرسم لو حفظت تعريف الضريبة أجيب منها خصائص الضريبة طيب بعد كده قواعد فرد الضريبة قلنا قواعد فرد الضريبة فيه واحد قاعدة العدالة اتنين قاعدة الملاءمة تلاتة قاعدة اليقين بعد كده قاعدة الاقتصاد يبقى قواعد فرد الضريبة فيه أربع قواعد العدالة الملاءمة اليقين الاقتصاد الضرائب فيها انواع فيه ضرائب مباشرة وضرائبة غير إيه مباشرة الضرائب المباشرة تفرض نتيجة تحديد رأس المال والدخل ولها مزايا الضرائب المباشرة العدالة والثبات وسهولة التأدير أما عيوبها أنها تخالف مبدأ عمية الضريبة يبقى لو قال لي ما المقصود بالضرائب المباشرة ومزاياه عيوبها أقوله الضربة المباشرة تفرد نتيجة تحديد رؤوس الأموال والدخل من ضمن مزاياها العدالة والثبات وسهولة التأدير من ضمن عيوبها اللي هي تخالف مبدأ عمومية الضريبة طب الضريبة غير مباشرة تفرد نتيجة فعل الإنفاق من ضمن مزاياها تفرد على جميع الطبقات طبعا زي الرسوم الجمهورية من ضمن عيوبها هبوط حصلاتها في الأزمات يبقى كده استعرضنا جزء الضريبة بعد كده ناخد القرد العام ايه معنى القرد العام؟ قلنا القرد العام مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من الغير وتتعهد برده ودفع فائدة عنه يبقى القرد العام ده مش القرد اللي أنا بحصل عليه لا ده مبلغ بتحصل عليه الدولة من مين؟ من الغير والدولة بتتعهد برده ودفع فائدة عنه فيه اختلاف بين القرد العام وقيمة القرد العام ما نتلغبطش لو قال لي في الامتحان ما المقصود بالقاردة العام أو قال لي ما المقصود بقيمة القاردة العام قيمة القاردة العام المبلغ الذي يصدر به أو مقدار القاردة بعبارة أخرى يبقى قيمته اللي هو المبلغ الذي يصدر به أو المقدار بتاعه يبقى فيه اختلاف بين القاردة العام تعرفه إيه وقيمته إيه بعد كده بيقول لي أذكر شكل سندات القاردة العام سندات الشكل القاردة العام فيه ثلاث أشكال السندات الإسمية والسندات لحاملها والسندات المختلطة السندات الإسمية تقيت الدولة أسماء المكتتبين يبقى السند الإسمي الدولة بتأيد فيه أسماء المكتتبين أما لحاملها لا يدون فيه اسم صاحبه أما المختلطة وسيط بين الإسمية ولحاملها المختلطة بتكون وسيطة ما بين السند الإسمي والسند لحامله يبقى هنا استعرضنا القرد العام إيه؟ قيمة القرد العام أشكال أو شكل سندات القرد العام طيب بعد كده ما هي أنواع القرود العامة القرود العامة يا جماعة فيها أنواع واحد القرود الداخلية اللي بتكون داخل حدود الدولة القرود الخارجية بتكون طبعاً فيها المواطنون دي داخل حدود الدولة أما هنا خارج حدودها بعد كده فيه قرود اختيارية فيه قرود إجبارية فيه قرود دائمة فيه قرود مؤقتة والقرود المؤقتة بتقودها بعد مدة معينة وأنواع الكرود المؤقتة قلنا فيه بتكون قرود قصرة الأجل فيه متوسط الأجل فيه قرود طويلة الأجل يبقى الكرود المؤقتة بتضم كم نوع كلت أنواع من القرود بتكون فيه قرود قصرة الأجل ودي مدتها اللي تتجاوز السنتين وهي بتكون قرود داعمة أما الكرود المتوسط الأجل اللي هي المثبتة لمدة أكتر من سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات طويلة الأجل تزيد مدتها عن عشر سنوات يبقى أنواع القروض المؤقتة 3 أنواع أما أنواع القروض العامة بصفة عامة فيه داخلية وخارجية اختيارية وإجبارية دائمة ومؤقتة ما هي طرق إصدار القرد العام؟ عشان أقوم بإصدار قرد عام فيه طرق الإصدار القرد العام فيه طريقة اسمها طريقة الاكتتاب العام المباشر والاكتتاب المصرفي والاكتتاب العام بالمزاد والإصدار في سوء الأوراق المالية قبل ما نخش على التجارة الدولية نستعرض مع بعض كده جزء بسيط قوي وقلنا عليه لمصادر إرادات الدولة الدولة بتحصل على مصادرها منين قلنا فيه أول حاجة أملاك الدولة اللي هي الدمان وقلنا فيه نوعين إما الدمان العام أو الخاص العام اللي هي ممتلكات الدولة زي الطرق والكبير والمطارات أما الخاص هي ممتلكات الدولة الغير معدة للاستعمال زي المناجم والمحاجر وقلنا الخاص ده بقسمه ثلاثة قلنا الثلاثة أنواع فيه الدمان المالي وفيه الدمان المالي والعقاري فيه المالي وفيه الصناعي وفيه التجاري والصناعي بعد كده قلنا الرسوم قلنا الرسم ده وخصاصه الرسم مبلغ يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل انتفاعه بخدمة خاصة أركانه مبلغ نادي يدفع جبرا يدفع مقابل نفع خاص أما الضريبة هي فريدة مالية إجبارية ندفعها للدولة بلا مقابل وبصفة نهائية من ضمن خصائصها قلنا تدفع ناعدا تدفع جبرا بتكون فريدة مالية تدفع بلا مقابل وبصفة نهائية بعد كده اتكلمنا على حاجة تانية من حاجات المهمة وقلنا الدرايب فان عين فيه درايب مباشرة وفيه درايب غير مباشرة واخذنا القرد العام قلنا فيه اختلاف ما بين كلمة القرد العام وقيمة القرد العام وقيمة القرد العام اللي هي بمعناها هي مقدار القرد اللي بيتفق عليه أنواع القروض قلنا فيه قروض اختيارية وفيه إجبارية فيه دائمة وفيه مؤقتة قلنا القروض المؤقتة بتكون فيها أنواع قلنا من ضمن أنواع القروض المؤقتة قروض كسرة الأجل ومتوسط الأجل وطويلة الأجل وقلنا قروض كسرة الأجل اللي هي يقصد بها بتكون مدتها لا تتجاوز سنتين متوسط الأجل من سنتين لغاية أقل من عشر سنوات أما طويلة الأجل بتكون مدتها بتزيد عن العشر سنوات اتكلمنا مع بعض تاني على موضوع التنمية الاقتصادية وقلنا في التنمية الاقتصادية والأس اللي بتقوم عليها التنمية الاقتصادية قلنا الأس اللي تقوم عليها التنمية الاقتصادية اللي هي العلم والعمل وجزء تاني العلم والعمل والمحافظة على الوقت والعدالة الاجتماعية بعد كده بنشوف جزء تاني سؤال تاني ما هي العوامل المشجعة التي تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية ما هي العوامل البيئية المشجعة التي تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية العوامل البيئية المشجعة التي تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية أول عامل وجود قطاع مصرفي متطوع وجود نظام ضريب متطوع وجود نظام تشريع متطوع يبقى دي عوامل بيئية مشجعة تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية بيجي لي بعد كده على موضوع مهم بيقول لي مفهوم التخلف الاقتصادي ايه مفهوم التخلف الاقتصادي؟ قلنا جماعة كلمة تخلف اقتصادي معناها وجود نضرة شديدة في رؤوس الأموال في المجتمع يبقى التخلف الاقتصادي وجود نضرة شديدة في رؤوس الأموال في المجتمع طيب مظاهر التخلف الاقتصادي ايه؟ قلنا مظاهر التخلف الاقتصادي في الدول النامية لو قال لي السؤال ده يقول لي ما هي مظاهر التخلف الاقتصادي في الدول النامية هقول لي هناك خصائص اقتصادية للتخلف وخصائص غير اقتصادية للتخلف طب ممكن يقول لي تكلم عن الخصائص الاقتصادية للتخلف الخصائص الاقتصادية للتخلف في الدول النامية ندرة رؤوس الأموال قلة رأس المال من ضمن مظاهرة الاقتصادية للتخلف انتشار البطالة بأنواعها تدفق رؤوس الأموال الأجنبية زيادة نسبة الصدرات يبقى المظاهر الاقتصادية للتخلف ندرة رؤوس الأموال انتشار البطالة بأنواعها تدفق رؤوس الأموال الأجنبية زيادة نسبة الصدرات طب الخصائص الرئيس الاريس 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 ال وعدم استغلال وقت الفرار من ضمن الخصائص غير اقتصادية للتخلف يبقى ما يجي يقول لي ما هي مظهر التخلف الاقتصادي في الدول النامية اتكلم له على الخصائص الاقتصادية والخصائص غير الاقتصادية يبقى احنا كده قلنا في عندنا موضوع من المواضيع المهمة اللي هو التخلف الاقتصادي وقلنا التخلف الاقتصادي المقصود بي اللي هي قلنا وجود نضرة شديدة في رؤوس الاموال في المجتمع ومظهر التخلف الاقتصادي أخلي بالي لو أقل لي مظاهر التخلف الاقتصادي بكتب لتنين أقول له أولا هناك خصائص اقتصادية للتخلف وأقول له إيه الخصائص الاقتصادية وهناك خصائص غير اقتصادية للتخلف وأقول له إيه الخصائص غير اقتصادية للتخلف أما لو سألني أقل لي ما هي المظاهر أو الخصائص الاقتصادية للتخلف بتكلم على الاقتصادية بس أو غير الاقتصادية بس بعد كده بنخش على موضوع تاني اسمه التجارة الدولية إيه معنى التجارة الدولية؟ التجارة الدولية هي جميع صور النشاط الاقتصادي التي تتم عبر الحدود السياسية أي تعامل بيتم عبر الحدود بيبقى اسمها تجارة دولية تتمثل فيه انتقال عمالة، انتقال رؤوس أموال، انتقال خدمات، انتقال سلع يبقى دي كلها تجارة دولية فهنا يسألني السؤال يقول لي ما هي صور التبادل للتجارة الدولي صور التبادل للتجارة الدولي أربع صور واحد حركة السلع والسؤال ده بيجي لي يا جماعة في الامتحان على طول ما بين أسئلة مصطلح علمي أو أكمل فيقول لي أو صح وغلط حركة السلع إيه معناها؟ انتقال السلع المادية أو العينية عبر الحدود يبقى أنا مبانئ للسلع المادية أو العينية دي اسمها حركة السلع طيب حركة الخدمات هي تؤدى من رعاية دولة إيه رعاية دولة أخرى يعني دولة بتقدم خدمات لدولة أخرى رعايةها بتقدمها البعض يبقى دي حركة الخدمات زي موسم الحجل بتقدم في السعودية حركة العمالة انتقال القوة البشرية من دولة إلى أخرى بقصد العمل عمال من هنا طيب يشتغلوا في أي دولة أو عمال جاي تشتغل عندنا يبقى كده في حركة تبادل قوة بشرية تبادل عمال من دولة لدولة بس بقصد العمل مش بقصد السياحة يبقى دي اسمها حركة العمالة حركة رؤوس الأموال انتقال القوة الشرائية أو النقدية داخل من دولة أخرى يبقى أنا كده الأربعة دول لما يجي لي مصطلح علمي يقول لي هي انتقال القوة الشرائية أو النقدية من دولة أخرى أقول له دي حركة إيه رؤوس الأموال طب انتقال القوة البشرية أقول له دي حركة العمالة طب انتقال السلع المادية انتقال السلع المادية أو العينية أقول له دي حركة السلع يبقى السؤال ده ما هي صور التبادل للتجاري الدولي كم صورة أربع صور اللي هو واحد حركة السلع حركة الخدمات حركة العمالة حركة رؤوس الأموال طب ايه انواع رأس المال رأس المال يا جماعة لأيه بكل بساطة كده عندي فين عين رأس مال ناقدي ورأس مال عيني يعني قبل ما نبص بيها لو انا قلت لك ساعتك انا اعديك دلوقتي امبايل او اكافأك بهدية او اعديك اي ان كان يبقى كده اسمه ده ايه خدت انت رأس مال يبقى اسمه رأس مال عيني يتمثل في العدد والآلات اما انا اعديك مبلغ ناقدي يبقى ده رأس مال ناقدي يبقى في اختلاف ما بين رأس المال العيني ورأس المال النأدي نبص سؤالها كده يقول لي ما هي أنواع رأس المال رأس المال فين عين؟ رأس المال العيني مجموعة السلع اللات تتخذ شكل العدد والآلات يبقى العدد والآلات ده رأس مال عيني أما رأس المال النأدي يتخذ شكل المال النأدي أو القوة الشرائية طب أشكال واستثمار رأس المال الأجنبي استثمار رأس المال الأجنبي في حاجتين استثمار مباشر واستثمار مباشر الاستثمار المباشر اللي هي المساهمة المالية في مشروعات عامة على أراضي دولة أخرى أنا أما باجي أستثمر في مشروعات على دولة استثمارات باستثمر فلوسي أو الدولة باستثمر فلوسها على أراضي دولة أخرى في مشروعات عامة استثمار مباشر أما شراء أوراق مالية كالأسهم وسندات اسمه استثمار غير مباشر يبقى استثمار رأس المال الأجنبي أشكاله إما استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر أما أنواع رأس المال بصفة عامة رأس مال عيني ورأس مال نادي طب التجارة هل عمين نتكلم على التجارة الدولية أو التجارة الخارجية ما هي أهمية التجارة الخارجية؟ أول أهمية من ضمن أهميات التجارة الخارجية اللي هي بترفع معدلات التنمية الاقتصادية بزهور عندي صرر في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا زهور مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات بين الدول تعاون بين الدول في مختلف المجالات دي أهمية للتجارة الدولية أو التجارة الخارجية بعد كده ما هي العوامل التي تساهم في أحداث التخصص وتقسيم العمل الدولي؟ في عوامل تاريخية وفي عوامل طبيعية وعوامل طبيعية زي اللي قلنا فيه اختلاف في الدول طبيعة اللي وهبها الله لبعض الدول ما بين دولة وتانية في عوامل مكتسبة في دور التجارة في النشاط الاقتصادي في سياسات التجارة الخارجية المرتبطة بخطة التنمية يبقى العوامل اللي بتساهم في حدث التخصص وتقسيم العمل خمس عوامل ثلاثة منهم عوامل تاريخية طبيعية مكتسبة دور التجارة في النشاط الاقتصادي سياسات التجارة الخارجية المرتبطة بخطة التنمية لو بصينا كلمة مع بعض قال لي ماذا تعني سياسات إحلال الوردات؟ يعني ايه؟ كلمة سياسة إحلال الوردات فيه عند حاجتين تعني سياسة الإحلال المطلق والإحلال النسبي يبقى لو سألني سؤاله قال لي ماذا تعني سياسة إحلال الوردات؟ أقول له فيه واحد الإحلال المطلق للوردات ويحل الناتج المحلي محل الوردات أما الإحلال النسبي تحل المنتجات المحلية بالنسبة معقولة محل الوردات يبقى الحلال النسبي تاني اللي بتحل المنتجات المحلية المنتج بتاع المحلي بيحل بنسبة معقولة محل الوردات ده اللي بتعني سياسة إحلال الوردات اللي هم الإحلال المطلق والإحلال النسبي طب ما هي أهداف سياسة إحلال الوردات؟ أهداف سياسة إحلال الوردات إيه؟ أنا أستفيد إيه من أعمل عملية إحلال الوردات واحد استثمار القوى العاملة والحد من البطالة شغلت عندي العمال استثمرتها قللت البطالة تقليل حجم الوردات تقليل حسية الاقتصاد القومي للتقلبات الخارجية القضاء على الزهارة الصينوائية للاقتصاد الدول النامية تشجيع الصدرات من المواد الأولية ومصادر الطاقة ما هي أسباب الاتجاه نحو سياسة إحلال محل الوردات؟ إيه السبب يا جماعة بيخلينا نتجه نحو سياسة إحلال محل الوردات؟ السبب إيه؟ أول سبب من ضمن أسباب الاتجاه نحو سياسة إحلال محل الوردات الحد من الطلب على العملات الأجنبية ما هو أنا طبيعي لو أسترد أو أجيب منتجات من الخارج عايز عملات أجنبية الحد من الاستراد بخلق فرص عمل جديدة عندي في البلد بتعتبر نتيجة للنمو الاقتصادي يبقى من نتائج النمو الاقتصادي اللي هي بعمل عملية الاتجاه نحو سياسة إحلال محل الوردات أكيد سياسة إحلال الوردات ده لها سلبيات فما هي سلبيات سياسة إحلال محل الوردات السلبيات اللي بتقابل لي اللي أنا بركز على الصناعات الاستهلاكية مفيش عندي صناعات رأس مالية كتير عدم كفاية حاجة السكان المدازايدة الانتاج بتاع مش هيكفة احتياجات السكان بتاعتي ديق حكم السوق المحلي اللي منتجات تعتمد على السوق المحلي بس عزلة الاقتصاد القومي للدول النامية تناقص التنمية داخل الدول النامية يبقى سياسة إحلال الوردات دي لها أهداف لها أسباب لها سلبيات أخلي بالي من أهداف سياسة إحلال الوردات سلبيات سياسة إحلال الوردات وأسباب الاتجاه نحو سياسة إحلال الوردات يبقى ما تكلم على إحلال الوردية تقول أهدفها إيه؟ أسبابها إيه؟ إيه سلبيتها اللي بتقابلني بعد كده في حاجة عندي اسمها أدوات السياسة المالية من أدوات السياسة المالية أدوات السياسة قبلها بناخد مع بعض سؤال سياسة التصنيع من أجل التصدير سياسة التصنيع من أجل التصدير قلنا سياسة تصنيع من أجل التصدير تقوم على ثلاث محاور سياسة التصنيع من أجل التصدير تقوم على ثلاث محاور أول محور إقامة صناعات بسيطة اثنين إقامة صناعات تجمعية ثلاثة إقامة صناعات اكترونية يبقى سياسة التصنيع من أجل التصديق تقوم على كم محور ثلاث محاور اللي أنا بعمل عملية إقامة صناعات بسيطة إقامة صناعات تجمعية إقامة صناعات إلكترونية من هنا قلنا عملية التصنيع من أجل التصدير طب ما هي عوامل نجاح سياسة تصنيع من أجل التصدير عوامل نجاح سياسة تصنيع من أجل التصدير أول عامل استمرار التغيرات اتنين المعونة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تلاتة ربط هذه السياسة بسياسات تجارية مرنة مع العالم الخارجي طب دي سياسة تصنيع من أجل التصدير بعدها المقصود بالسياسة المالية إيه معنى السياسة المالية؟ السياسة المالية هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة من جانبين الموازنة العامة بشكل معتمد لتحقيق التوظيف الكامل يبقى سياسة الدولة التي تتخذها الحكومة السياسة التي تخذها الحكومة في جانبين الموازنة العامة بشكل معتمد عشان تحقق التوظيف الكامل معوقات السياسة المالية أي؟ أول حاجة السياسة العامة للحكومة فترة التأخير اختلاف أثر المضاعف تبعا لنوع النفقة العامة أثر الانكماش لتمويل عجز الموازنة يبقى احنا كده سياسة التصنيع من أجل التصدير قلنا عليها لها تلات محاور قامت عليها في عوامل سياسة التصنيع من أجل التصدير نجاحها والسياسة المالية ومعوقات السياسة المالية بعدها أدوات السياسة المالية إيه هي أدوات السياسة المالية؟ قلنا أدوات السياسة المالية أول أداء تغيير النفقات العامة تغيير الإرادات العامة تحقيق فائد أو عجز يبقى السياسة المالية لها تلات أدوات بتغير النفقات العامة بتغير إرادات العامة بتحقق فائد أو عجز بعد كده ما هي مزايا صناعات إحلال الوعدات؟ أنا إيه الميزة من الصناعات إحلال الوردات ماذا هي صناعات إحلال الوردات أول ميزة منع الاستراد من الخارج حماية الصناعات المحلية من المنافسة يبقى ماذا هي صناعات إحلال الوردات حاجتين منع الاستراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة طب عيوبها إيه؟ قلنا قبل كلا عزل السوق عن المنافسة الدولية لها أثار درع على مستوى الكفاءة ظهور الطاقة العاطلة انفصال المراكز التكنولوجية عن الصناعة يبقى دي جزء في مزايا صناعات إحلال الوردات وعيوب صناعات إحلال الوردات في بعض مصطلحات عندي ممكن يقول لي ما المقصود بسعر الإصدار وسعر الفايدة واستهلاك القرد العام إيه معنى سعر الإصدار؟ سعر الإصدار هو القيمة التي تصدر بها سندات القرد طب سعر الفايدة السعر السائد في السوق وهو العامل الأساسي في تحديد سعر الفايدة طب استهلاك القرد العام هو الوفاء بقيمته أي قيام الدولة برد قيمة السندات يبقى أنا عندي فيه سعر إصدار معناه إيه؟ القيمة التي تصدر بها سندات القرد سعر الفايدة هو السعر السائد في السوق استهلاك القرد العام هو الوفاء بقيمته اي قيام الدولة برد قيمة السند بعد كده نخش على اتفاقية اسمها اتفاقية الجاد ايه المقصود باتفاقية الجاد واتفاقية الجاد دي يا جماعة هي بتكون اطار اتفاقية الجاد بتكون عندي اطار للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف للتحرير التجارة الدولية مجموعة الدول مع بعض اتفقوا على اتفاقية بنسميها اتفاقية الجاد معناها اطار للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف لتحرير التجارة الدولية او هي بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسويت المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء اتفاقية الجاد لها مبادئ بتقوم عليها ما هي المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية الجاد؟ اول مبدأ بتقوم عليها اتفاقية الجاد مبدأ عدم التميز الشفافية والمصدقية التفاوض في إطار الجاد المعاملة التجارية التبادلية التي هي تحرير التجارة الدولية من القيود اتفاقية الجاد دي لها أهداف إيه هي أهداف اتفاقية الجاد من ضمن أهداف اتفاقية الجاد ما بين الدول الأعضاء واحد رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء رفع مستوى الدخل تنشيط الطلب الفعال سهولة الوصول للأسواق تشجيع حركة الانتاج والاستثمار يبقى اتفاقية الجاد دي لها كم هدف لها خمس أهداف بترفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء بترفع مستوى الدخل بتنشط الطلب الفعال سهولة الوصول للأسواق بتشجع حركة الانتاج والاستثمار طب اتفاقية الجاد قبلتها مشاكل ما هي المشاكل التجارية التي اهتمت بها الجاد هي المشاكل اللي اهتمت بها الجاد اول مشكلة اهتمت بها اتفاقية الجاد الالتزام بالامتناع عن فرد رسوم اخرى التعريفة الجمهورية التي يفرضها الاطراف المتعقدة عدم اجازة فرد القيود بخلاف الرسوم الجمهورية يبقى اتفاقية الجاد لو بصينا فيها واستعرضنا فيها مع بعض كده علاقة اتفاقية الجاد دي هي بتكون اطار للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف وهي بمثابة محكمة دولية من ضمن بدايةها مبدأ عدم التميز الشفافية المصدقية التفاوض في اطار الجاد لها اهداف رفع مستوى المعيشة رفع مستوى الداخل تنشيط الطلب تشجيع حركة الانتاج والاستثمار في مشاكل اهتمت بها الجاد اللي هي الالتزام بالامتناع عن فرد الرسوم والتعريفة الجمهورية وعدم اجازة فرد القيود بخلاف الرسوم الجمهورية بعد كده في مصطلح عندي او كلمة عندي اسمها الاغراك والاغراك هو الحالة التي يكون فيها تصدير السلعة يقل عن قيمته المعتادة عند تصديرها الى بلد اخرى او عند تكليفة انتاجها انا المنتج بتاعي بصدره لدولة معينة بخمسة ستة دول فجأة المنتج بتاعي صدرته بتمن اقل او عملت له عملية بتمن اقل من تكليفته او اقل من قيمته دي بسميها الاغراك بنستعرض مع بعض حاجة تانية وهو بتجيلي مقارنة يقول لي ما الاختلاف بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لو بصينا كده يا جماعة الاختلاف بينهم حي ممكن نحفظ واحدة بس التانية هتكون عكسها على طول التجارة الداخلية تتم داخل الدولة اما التجارة الخارجية تتم بين دول مختلفة التجارة الداخلية تنقسم الى عمليات بيع وشراء اما هنا تنقسم لعملية استرادة تصدير التجارة الداخلية تستخدم لغة واحدة وعملة واحدة اما الخارجية تستخدم لعدة لغات وعملات مختلفة التجارة الداخلية تخضع لقانون واحد اما هنا تخضع لقوانين مختلفة التجارة الداخلية تأخذ وقت قصير اما هنا تأخذ وقت طويل التجارة الداخلية مصرفات قليلة ومحدودة اما هنا مصرفات اضافية كثيرة يبدأ الفرق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية في اختلاف تاني نقول الفرق بين القروض الداخلية والقروض الخارجية القروض الداخلية تصدرها الدولة داخل حدودها الإقليمية هنا تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليمية الداخلية لا تؤثر على السراء القومية هنا تؤثر على السراء القومية القرد الداخلية لا تؤثر على سعر الصرف وميزان المدفوعات هنا تؤدي إلى تحسين سعر الصرف وميزان المدفوعات يبقى نفس القصة لاختلاف علاقة هنا أحفظي علاقة التانية عكسها القرد الداخلية والخيرجية طب فيه اختلاف ما بين القرد والضريبة القرد تلتزم الدولة برد وفايده مشانا قولت القرد العام الدولة ملتزمة برد القرد ومعها الفوائد أما الضريبة تدفع بصفة نهائية لا ترد القرد باتفاق بين الدولة ومقرضها يعني القرد دا بيكون اتفاق بين الدولة وبين الشخص اللي بتقترض منه أما الضريبة دي بتكون إجبارية يلتزم الأفراد بدفعها القرد بيخصص الغرض معين أنا جاي بقرد من أي مكان بخصصه الغرض معين أما هنا لا تخصص للإنفاق على غرض معين طب القرد والضريبة فيهم تشابه قلنا التشابه بين القرد والضريبة كلاهما يصدر بقانون وكلاهما إراد عام تحصل عليه الدولة من الأفراد يبقى احنا كده قلنا في اختلاف عندي ما بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية وفي اختلاف عندي ما بين القرود الداخلية والقرود الخارجية وفي اختلاف عندي ما بين القرد والضريبة أما بيجي لسؤال ما هو أوجه الاختلاف أو المقارنة بين حاجتين بعملها في جدول لو قلنا مثلا التجارة الداخلية والخيرجية أقول له التجارة الداخلية أول حاجة تتم داخل الدولة اللي الخيرجية بتتم داخل حدود الدولة تنقسم إلى عمليات بيع وشراء النحية التالية تنقسم إلى عمليات تزيير واستراد تستخدم عملة واحدة تستخدم عدة عملات تستخدم لغة واحدة تستخدم عدة لغات بعد كده تخضع لقانون واحد تخضع لعدة قوانين بتاخد وقت قصير هنا بتاخد وقت طويل بعد كده قلنا القروض الداخلية والقروض الخارجية كلمنا مع بعض قلنا القروض الداخلية بتتم داخل حدودها الإقليمية أما القروض الخارجية بتتم داخل حدودها الإقليمية لا تؤثر على السرع القومية بالزيادة أو بالنقص هنا بتؤثر على السرع القومية بعد كده حاجة ثالثة لا تؤثر على سعر الصرف وميزان المدفوعات في القروض الخارجية تؤدي إلى تحسين سعر الصرف وميزان المدفوعات بعدها قلنا في اختلاف ما بين القرد وإيه والضريبة قلنا القرد تلتزم الدولة برده ومضافا إليه الفوائد أما الضريبة هي فريضة إجبارية تدفع بلا نهائية ولا ترد تدفع بصفة نهائية لا ترد القرد حاجة تانية باتفاق بين الدولة ومقردها أما الضريبة قلنا عليها دي بتكون فريضة إجبارية إلزامية لا يلتزم بردها القرد قلنا عليه يخصص لغرض معين أما الضريبة لا تخصص الإنفاق على غرض معين التشابه اللي بينهم أن القرد والضريبة كلاهما يصدر بقانون وكلاهما بيمثل إراد عام للدولة يبقى احنا يا جماعة في الاقتصاد كده لو حبينا نستعرض الأهم من النقطة لعندنا قلنا في البداية خالص تكلمنا على التنمية الاقتصادية والأسس التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية اتكلمنا على موضوع من المواضيع المهمة وقلنا أهداف التنمية الاقتصادية والعوامل الأساسية اللي لازمة للتنمية الاقتصادية لو تفتكوا معايا قلت موارد طبعية موارد بشرية موارد الرسمانية ونحفظه الكويس أوه عشان بيجولي في مصطلح علمي أو بيجولي في أسئلة أكمل اللي هي الموارد الطبعية اللي هي وهابها الله لبعض الدول الموارد البشرية تمثل في القوى العاملة بعد كده الموارد الرسمية تمثل فيه رؤوس الأموال والعدد والآلات بعد كده تكلمنا على موضوع التلوث وقلنا فيه اختلاف عندما بين درجات تلوث وأنواع التلوث وقلنا درجات تلوث سلطة تلوث معقول تلوث خطر تلوث قاتل والتلوث المعقول لا يسبب أي مشاكل على سطح الأرض أما التلوث الخطر بتعدى فيه كمية تلوث خط الأمان أما التلوث القاتل اللي هو التلوث المدمع خذنا بعد كده أنواع التلوث وقلنا خمس أنواع تلوث التربة، تلوث الماء، التلوث الإشعاعي، التلوث الضوضائي بعد كده قلنا من ضمن الأسئلة برضو المهمة انتقلنا على موضوع اسمه التخلف الاقتصادي وقلنا التخلف الاقتصادي هو وجود نضرة شديدة في رؤوس الأموال في المجتمع والتخلف الاقتصادي ليه مظاهر؟ قلنا لو تشتكروا قلنا فيه خصائص اقتصادية وخصائص غير اقتصادية للتخلف نفهم إيه الخصائص الاقتصادية وإيه غير اقتصادية للتخلف بعد كده اتكلمنا على حاجة اسمها النفقات العامة وقلنا مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة أو أحد سلطتها لإشباع حاجة من الحاجات العامة وبعد كده قلنا أركان النفق العامة مبلغ نادي يزرع عن الدولة بحق نفق عام وتكلمنا على التقسيمات المختلفة للنفق العامة وقلنا التقسيمات المختلفة للنفق العامة قلنا ست أقسام بنفهم كل قسم سوى التقسيم الزمني المالي الاقتصادي التقسيم الزمني الاقتصادي التقسيم المالي بعد كده خدنا حاجة اسمها الموازنة العامة وقلنا الموازنة العامة للدولة هي عبارة عن تأدير أو توقع معتمد لنفقات وإرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة وخدنا أهمية الموازنة العامة وقلنا إيه هي أهمية الموازنة العامة وبعد كده التجارة الدولية واتفاقية الجاد نرجع على الكلام ده وربنا نوفاكم إن شاء الله وبالتوفيق وإن شاء الله ما نخافش من الانتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته